الحفر هذه ليست المرة الأولى في بلدة تقوع وإنما تأتي ضمن ممارسات احتلالية ممنهجة لمنع المواطنين من البناء واستصلاح أراضيهم ولا يختلف المشهد عن باقي أرجاء البلدة من حواجز وإغلاق للبوابات في محيطها الجاثمة على المداخل الرئيسة فيها اليوم تم مصادرة أحد الآليات أثناء عملها في الأراضي في منطقة الحلقوم وبحجة أن هناك مناطق سية علماً بأن هذه المنطقة حي الحلقوم يوجد فيه مخطط هيكلة للمناطق سية كذلك البوابات البوابة الغربية هي المدخل الرئيسي للبلدة منذ عشر شهور وهي مغلقة تماماً لم يتم فتحها البوابة الشمالية بالقرب من المدارس يتم إغلاقها باليوم من ودت ثلاث ساعات إلى أربعة ساعات ووضع محسوم تفتيش للفاية للطالع واحتجاز المواطنين وعرقلت حرقتهم والسيارات الأمومي كذلك الأمر وفي الجهة الشرقية للبلدة التي باتت مطمعاً للاحتلال ومستوطنيه يحاول المستوطنون إقامة بؤر استطانية في عدة مناطق على أراضي البلدة ويعتدون على المزارعين وممتلكاتهم بشكل متكرر لإفراغها من أصحابها هنا لا نستطيع الوصول إلى هذه الأراضي ونشق الطرق ونعبدها ونصل إليها المياه والكهرباء وبالتالي هم يضعون نصف أعينهم استلاع على هذه المنطقة كما تلاحظ هذه المستوطنات التقوع ديلة وباء وألف زائد هذه البؤرة الجديدة هم يريدون أن يحيطوا هذه المناطق كلها وأن يمنعونا أن نأتي للعناية بهذه الأشجار وبأراضينا ليل النهار بيشتغلوا ليل النهار مستهدف الأرض والحجر والبير حتى البير مش مالص منهم البير والمية اللي بنسقي غنماتنا منه مش مالص منه بيخربوا الباب بيخربوا إيشي بيخربوا الشجر روح يتفرجوا على بزعرور كلها خربوا يومين هم أربعة يخربوا فيه شجر الرخمة هذا كلها خربوا الأشياء خربوها ولا إيشي إلا خربوا وفيه كل يوم كل يوم بدون الزعراني جابوننا ياهم هذول التبعين التلال هذولا يوم بيضايقونا بالتركتورنات ومرة على الخيل ومرة على الحمير ومرة ومرة أياش بدي مقومون من منطقة هاي تعد السفوح الشرقية لمحافظة بيت لحم بمساحتها الواسعة ومكانتها الاستراتيجية محطة استهداف المستوطنين في الآونة الأخيرة حيث يسعى المستوطنون للانتشار فيها وربط البؤر الجديدة بالمستوطنات الجاثمة على تخوم منطقة السفوح الصحراوية شرقي المحافظة تتعلد أشكال الاستهداف في محيط بردة تقوع ويتبادل الاحتلال المستوطنون الأدوار في الاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين وممتلكاتهم وصولا إلى تنفيذ مخططات استيطانية على ما تبقى من أراضي البلدة من أراضي بردة تقوع على الجنوب الشرقي لبيت لحمهاني فنون تلفزيون فلسطين ترجمة نانسي قنقر